الانتخابات البلدية إلى الواجهة من جديد فمع اقتراب شهر أيار بدأ الحديث عن مدى إمكانية تنظيمها في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال وعدم توفر الاعتمادات اللازمة ولكن المشكلة الأساسية تكمن في محافظة بيروت حيث أن المناصفة غير مضمونة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي وذلك في ظل عدم الاتفاق بين القوى المحلية وغياب طيار المستقبل عن الساحة السياسية والذي كانت ضمانة للحفاظ على عرف المناصفة إذا كان نفس النظام السابق الأكثر ببلدية بيروت وبتعددية الاحتمال لتعددية اللوائح اللي ممكن تنطرح حاليا بدل ما كان يصير فيه بالسابق لايحة أو لايحتان ويصير فيه عليهم توافق واسع لشمول كل مكونات المجتمع البيروتي قد نجد أنه فيه قد يحدث خلل ببعض التوازنات العرفية التي كانت قائمة بتوزيع مكونات بيروت على المجلس البلدي نحن من ضمن الحلول اللي عم نطرحها أنه يصير فيه انتخابات مجلس بلدي موزعة بين دوائر على بيروت كيف تنرسم الدوائر؟ قد تكون دوائر الانتخابية النيابية نفسها كما تعامل انتخابات نيابية تعامل انتخابات بلدية هيك يصير فيه حسن تنثيل للمناطق المكونة منها بيروت حسن محاسبة من قبل أهل المناطق مباشرة لأعضاء المجلس وما بيعود ساعتا يحصل خلل بالتوازن عبر العملية الديمقراطية وحتى كمان بيعود فيه حاجة للمقاربة التوافقية اللي دائما كانت تصير لحتى تأمن التوزيع العادل لكل مكونات بيروت القانون الحالي ما بيضمن المناصف حكمة ديموغرافيا اليوم فينا نوعها بسيناريو قريب من اللي صار بترابلوس لأن المناصف طارت وبيجي 24 عضو لمجلس بلدية بيروت من لون طائف واحد هذا الشيء أكيد بده ديري وبده تباحث بقلب مجلس نواب ممكن نشوف إذا فينا نعدل القانون تنضمن المناصف وفيه اقتراح قانون تقدم من قبل زميلنا بالتكتل نائب أجوب تاريزيان بيضمن هذا الشيء اقتراح القانون الذي تقدم به النائب أجوب تاريزيان ينص على أن مجلس بلدية بيروت يتألف من 24 عضوان عضوين من كل حي من أحياء بيروت لتناش ينتخبون بالنظام الأكثري وينص الاقتراح على أنشاء مجلس محلي في كل حي مؤلف من خمسة أعضاء ينتخبون بالاقتراع المباشر وينتخبون رئيسا ونائب رئيس ويكون دور المجلس المحلي أعطاء الآراء الاستشارية في كل مشروع يقع ضمن دائرته واستطلاع رأيه إلزاميا في كل مشروع تنوي البلدية المركزية تنفيذه ضمن نطاقه أو في خدمة هذا النطاق ورفع الاقتراحات إلى مجلس بلدية بيروت المركزي لمناقشتها البعض يعتبر أن اقتراح تاريزيان يضرب المناصفة مع اعتماد الأحياء غير المقسمة طائفيا أصلا لكنه دافع عن اقتراحه بأنه يعطي تمثيلا صحيحا في الانتخابات البلدية المقبلة إن تقديم اقتراح قانون بتثبيت المناصفة سيكون عرض للطاعن أمام المجلس الدستوري بذريعة مخالفته مقدمة الدستور التي تنص على أن ألغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتدل عمل على تحقيقه ومن هنا تبقى حظوظ التأجيل مرتفعة إلى حين إيجاد الحل المناسب من قبل لجنة الداخلية والبلدية النيابية والذي يرجح أن تخرج بصيغة تثبت عرف المناصفة وتطوي صفحة تقسيم البلدية مقابل تقليص صلاحيات المحافظ في وطن مزقته الطائفية ولزال الترقص على أشلائه